قمة المناخ المزمع أنها تقام في مصر من 6 إلى 18 نوفمبر في مشاركات طويلة ومشاركات بمستويات مختلفة يمكن بعضنا يقول أن دي قادة العالم بيتكلموا في قضايا هي حقيقة خطيرة جدا تخص العالم ودول قادة وصناع القرار لكن الحقيقة أنه هتفضل المباحثات دي ناقصها دراع يخليها توصل للناس ويخلي الكلام اللي يبدو بالنسبة لنا كبير ومعقد يبقى بسيط ومفهوم وأعتقد أنه الفن هو صاحب الدور الأكبر في المنظومة دي هيوصل لنا المخراجات بتاعة المؤتمر عن طريق أعمال فنية عن طريق محاولات إزاي هندمج الرؤية العالمية لمواجهة تغيرات المناخية في صورة فن وأعمال عشان كده نهاردة تشجعنا جدا أننا نقابل شيرين بدر المدير التنفيذي لمؤسسة الفن من أجل التنمية شيرين أولا مساء الخير مساء النور هاي دي نزل ويمكن الواحد دي بقى الأول بوسي شايف ألواننا حلوة زي ما بقى لازم تكتشفي نحنا عاملين فن دور حلو جدا بصدفة أنتو مشاركين في قمة المناخ وكانت مفاجأة بالنسبالي أن يعرف أنه في معارض فن تشكيلي على هامش القمة الحكاية دي بتحصل إزاي؟ يدورك هو إحنا عندنا إيمان أصلا الأرض قادر على تغيير العالم يعني ده إيمان فهو بالعكس الأرض يعني هو جزء وشريك في المؤتمر يعني هو بيحل المشكلة فإحنا نعتبر نفسنا شركة شركة مهمين في المجتمع فمن خلال الفن ومن خلال مبادرات كتيرة جدا إحنا مشاركين فيها بقى بنشارك في المؤتمر تضع في المشاركين في المجتمع أكثر من خلال المثال